بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور محمود عبد الرحمن هشتغل معاكم الجزء الخاص بالضريبة العقارية لطلبة وطالبات الفرقة الثالثة المجموعة واحد واثنين انتظام وثلاثة واربعة انتساب الجزء الخاص بيه اللي هو الضريبة العقارية وده جزء من مادة المالية العامة والضرائب الجزء ده عليه ست درجات وسبعة من عشرة يعني تلتين الدرائب ده يخصني وبالتالي أرجو الاهتمام بدراسة هذا الجزء الضريبة العقارية بتشمل ثلاثة أجزاء الضريبة على العقارات المبنية الضريبة على الأطيان الزراعية والضريبة على الملاهي إحنا هندرس بس الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الملاهي لأنه السيد الرئيس أجل الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات حتى تتهي في نهاية 31-12-2020 وتبدأ في قانون جديد للضريبة على الأطيان الزراعية إذن ما يعنينا هو الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الملاهي بس أولا الضريبة على العقارات المبنية طبقا لأحدث تعديلات القوانين بتتقسم لثلاث أجزاء الجزء الأول خاص بالوحدات السكنية التي يتخذها الممول سكن له وأسرته الجزء الثاني خاص بالوحدات السكنية الفاضية غير المسكونة التي لا يتخذها الممول سكن له وأسرته ثم الوحدات الغير مسكونة والمتخذة للنشاط التجاري والإداري والمهني هنتكلم عن خصائص الضريبة على العقارات المبنية الخاصية الأولى هي ضريبة مباشرة زاد صفة تضامنية يعني أي ضريبة مباشرة زاد صفة تضامنية؟ أولا يتحملها الملك في كل الأحوال أو من له حق الانتفاع بالعقار طيب إيه وضع المستأجر؟ المستأجر متضامن مع المالك في سداد الضريبة العقارية في حدود الإيجار في حدود القيمة الإيجارية فقط يعني لو هو بيدفع 100 جنيه إيجار والضريبة 150 جنيه يدفع المية جنيه ويخصمهم من المالك والمالك يكمل ويدفع 50 جنيه لمصلحة الضريب العقارية الخاصية التانية تتوسع في مفهوم العقارات الخضعة ليها يعني إيه مفهوم العقارات الخضعة ليها؟ تخضع العقارات المبنية أيا كانت مدد بنائها سواء استخدم هذا البناء بصفة دائمة أو مؤقتة اتبان على الأرض أو تحت الأرض أو على الماء وباختصار شديد جدا الوحدات السكنية التي تخضع للضريبة هي الوحدات التامة والمشغولة ثم الوحدات التامة وغير المشغولة ثم الوحدات غير التامة والمشغولة كل ده بيخضع لي الضريبة على العقارات المبنية الخاصية الثالثة ضريبة ثروية بتدفع في نهاية كل سنة الخاصية الرابعة زاد سعر نسبي 10% من صف القيمة الإيجارية للثلاث حالات سعرها ثابت أينما كنت الخاصية الخامسة ضريبة إقليمية بمعنى أنها تفرض على العقارات المبنية اللي موجودة داخل إقليم جمهورية مصر العربية فقط الخاصية الثالثة والأخيرة تفرض على الأساس الحكمي وإنتوا عارفين أن الأسس القياس في الضريب الأساس الفعلي والأساس الحكمي الأساس الفعلي إحنا بنعتمد على الدفاتر سواء فيها مصرفات أو إيرادات وبنحدد وعاء الضريبة طبقا للمصرفات الفعلية والإيرادات الفعلية إنما الأساس الحكمي أو ما يسمى بالتأدير الجزافي احنا بنفترض الإرادات كام ونفترض أيضا المصرفات كام وده اللي موجود في الضريبة على العقارات المبنية بصفة عاملة المكلف بأداء الضريبة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الشخص الطبيعي هم البنأدمين الشخص الاعتباري هو الشركات والمؤسسات والهيئات وخلافه اللي هي الشخصية الاعتبارية المستقلة الذي لهو الحق في ملكية العقار أو الاندفاع به أو استغلاله أما المستأجر زي ما قلت فلا يعد مكلف بأداء الضريبة ونما يعد متضامن مع المالك في سداد الضريبة في حدود الأجرى المستحق عليه العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة الغراض عام الأبنية المخصصة لإقامة الشعار الدنيا زي المساجد والكنيس والأديرة ثلاثة الأحواش ومباني الجبانات اللي هي الطرب يعني المقابر نشوف كده كل حتة من الحتة اللي فاتت احنا قلنا الضريبة على العقارات المبنية بتتقسم لتلات حتة أو تلات أجزاء الجزء الأول الوحدات التي يتخذها الممول سكن له ولأسرته يعني الشقة اللي بيسكنها الممول الشقة اللي بيقيم فيها الممول هو وأسرته خطوات تحديد الضريبة ست خطوات وبالترتيب الخطوة الأولى تحديد القيمة السوقية للوحدة اللي هو تمن بيعها أو شرقها في السوق ودي بتتحدد بمعارفة لجان التقدير الخامسي اسمها لجان الحصر والتقدير الخامسي ليه خامسي؟ لأن اللجنة دي بتجتمع في نهاية كل خمس سنوات وتعمل إعادة تقدير للقيمة السوقية للوحدات في جمهورية مصر العربية كلها إذن كل خمس سنين بيعيدوا تقدير القيمة السوقية وانا مش هتعبكوا في القيمة السوقية دي أنا هجبها لك جاهزة سواء في الحالات العملية اللي في الكتاب أو في الامتحال الخطوة الثانية بحدد القيمة الرأسمالية والقيمة الرأسمالية هي تكلفة الشقة والتكلفة أنتوا عارفين بيساوي القيمة السوقية نقص الربح وإحنا بنفترض تبقى للتقدير الجزافي أو الأساس الحكمي إنه كسبان في الشقة 40% يبقى تكلفتها 60% من القيمة السوقية وبالتالي القيمة الرأسمالية بتساوي القيمة السوقية في 60% الخطوة الثالثة القيمة الإيجارية بنفترض أنه بيأجر الشقة في حدود 3% من القيمة الرأسمالية وده الأساس الحكمي زي ما حضراتكم عارفين الخطوة الرابعة صاف القيمة الإيجارية بيساوي القيمة الإيجارية بعد مخصم منها مصارف الصيانة ومصارف الصيانة في حدود 30% إذن الصافي 70% أنا هضرب القيمة الإيجارية في 70% الخطوة الخامسة وعاء الضريبة صاف القيمة الإيجارية ناقص الإعفاء اللي هو في 24 ألف جنيه وده إعفاء سابت والوحدة سكنية واحدة بس افرض أن الممول عنده شقتين سكن فيهم اللي اتنين ياخد إعفاء لوحدة واحدة بس والوحدة التانية تعتبر وحدة فاضية طب افرض أن الممول متجوز زوقتين عنده متجوز مرتين ستين ستتين اتنين ستات وكل واحدة في شقة ياخد إعفاء 24 ألف الوحدة واحدة فقط والوحدة التانية تعتبر وحدة فاضية وهي الحالة رقم اتنين الحالة التانية وبعدين أجيب الضريبة العقارية السنوية بيساوي وعاء الضريبة في 10% وده سعر الضريبة السنوي السابت ملاحظاتنا على الجزء الأول أو الحتة الأولانية اللي هي أولا احنا قلنا إن الوحدات السكنية اللي بيسكنها الممول هو أسرته لا تخضع للضريبة إذا كانت قيمتها السوقية مليون جنيه أنا بقول لا مليون وستمائة ألف الوحدات اللي قيمتها السوقية أكتر من مليون وستمائة ألف هي اللي بتخضع للضريبة لكن أقل من مليون وستمائة ألف لا تخضع للضريبة الإعفاء في الوحدات دي 24 ألف جنيه لوحدة واحدة فقط لا غير وحدة واحدة زي ما قلت لو ساكن في شقة تين ياخد إعفاء مرة واحدة لشقة واحدة بس اللي 24 ألف والشقة التانية ملهاش إعفاء خالص وتخضع للضريبة أيا كانت قيمتها سعر الضريبة زي ما قلت سابت ما بيتغيرش في أي مكان داخل جمهورية مصر الجزء التاني اللي هي الوحدات السكنية التي لا يتخذها الممول سكن له اللي هي الوحدات الفاضية خطواتها إيه بقى؟ نفس الخطوات اللي فاتت ما عادة الخلاف في الخطوة رقم خمسة الخطوة الأولانية زي ما حضراتكو عارفين بنحدد القيمة السوقية ودي هنجبها لكو جاهزة لسعر بيع أو شراء الوحدة السكنية الخطوة التانية بنحدد القيمة الرأسمالية اللي هي تكلفة الشقة القيمة السوقية في 60% الخطوة التالتة القيمة الإيجارية اللي هي القيمة الرأسمالية في 3% وبعدين صف القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية في 70% وبعدين صف القيمة الإيجارية هي وعائد ضريبة لأنه ما عنديش إعفاء خالص للنوع ده من الوحدات وبالتالي الخطوة الخامسة للضريبة العقارية السنوية اللي هي وعائد ضريبة في 10% سابت زي ما قلت وعائد ضريبة في الحالة دي هو صف القيمة الإيجارية الملاحظات على الحالة دي أنه لا يوجد إعفاء مطلقا لهذا النوع من الوحدات وعائد ضريبة هو صف القيمة الإيجارية لأنه لا يوجد إعفاء الإعفاء صفر وبالتالي أيا كانت القيمة السوقية للوحدة السكنية غير المسكونة الفاضية تخضع للضريبة وطبعا دي وسيلة من وسائل التخلص من الوحدات السكنية الفاضية المنتشرة في جمهورية مصر العربية عشان تتحل أزمة المساكن وبالتالي لما تفرط ضريبة بمبلغ كبير على الوحدات الفاضية هاتطر صاحبها يباعها الجزء الثالث أو الحتة الثالثة اللي هي الوحدات المستغلة في غير أغراض السكن سواء كان مستغلة في نشاط تجاري أو إداري أو مهني الخطوات زي ما هي بالضبط بس معادة خطوتين هيتغيروا اللي هي صف القيمة الإيجارية وعائد ضريبة الخطوة رقم 4 ورقم 5 إنما الخطوة الأولانية زي ما هي القيمة السوقية هاجبها لك جاهزة القيمة الرئاسمالية أضرب القيمة السوقية في 60% القيمة الإيجارية بيساوي القيمة الرئاسمالية في 3% صف القيمة الإيجارية أضرب القيمة الإيجارية في 68% وليس 70 تبلي 68 لأن في الحالة دي بنفترض أن مصاريف الصيانة كبيرة شوية بدل 30% تبقى 32% نخصمها من 100% يبقى الصفي 68% وعائد ضريبة بيساوي صف القيمة الإيجارية ناقص حد الإعفاء اللي هو 1200 جنيه فقط لا غير وبعدين الضريبة العقارية السنوية بيساوي عائد ضريبة في 10% كالعادة الملاحظات إن حد الإعفاء 1200 جنيه لوحدة وحدة بس وبعدين صف القيمة الإيجارية بيساوي القيمة الإيجارية في 68% لأننا زي ما قلت بنفترض أنه مصاريف الصيانة في حدود 32% وليس 30% ترجمة نانسي قنقر 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 24 ألف والوحدة واحدة بس قيمتها الإيجارية 36 ألف برضو خلي بالك من ديت قيمتها الإيجارية وقيمتها الإيجارية ديت يعني الخطوة رقم 3 في الحل طبعا عاوز أعرف القيمة الرأس مالية يبقى هارجع للخلف أجيب الخطوة 2 وبعد نرجع أجيب الخطوة 1 لما أرجع للخلف هضرب في مقلوب النسبة فلو عاوز أجيب القيمة الرأس مالية اللي هي التكلفة يبقى تساوي القيمة الإيجارية في مقلوب النسبة يعني 36 ألف في 100 على 3 يديني 1 مليون و 200 ألف منهم أجيب القيمة السوقية اللي هي القيمة الرأسمالية 1 مليون و 200 ألف في 100 على 60 لأن النسبة الأصلية 60% يبقى القيمة السوقية للوحدة دي 2 مليون جنيه تخضع للضريبة ولا لا تخضع تخضع للضريبة أكيد إحنا قلنا الوحدات السكنية التي يقيم فيها الممول هو أسرته إذا كانت القيمة السوقية لها في حدود 1 مليون و 600 ألف لا تخضع للضريبة اللي بيزيد عن كده يخضع للضريبة وبعدين الخطوة الثالثة موجودة عند اللي هي القيمة الإيجارية أروح بقى للخطوة اللي بعد كده اللي هي صف القيمة الإيجارية بيساوي القيمة الإيجارية في 70% يعني 36 ألف في 70% 25 ألف و 200 الخطوة اللي بعد كده وعائد ضريبة اللي هو صف القيمة الإيجارية ناقص الإعفاء 24 ألف يعني 1200 أضربهم في 10% يديني الضريبة العقارية السنوية اللي هي 120 جنيه في السنة يعني في الشهر 10 جنيه فقط لغير خلي بالك من الحالة دي الحالة دي حالة مقارنة بين الثلاث أجزاء بتوع الضريبة على العقارات المبنية أنا جايب رقم واحد بس اللي هو القيمة السوقية مليون سواء كانت شقة يقيم فيها الممول هو أسرته أو شقة فاضية أو شقة تستخدم في غير أغراض السكن اللي هو النشاط التجاري أو الإداري أو المهني الخطوة الأولى والتانية والتالتة واحد ما بتتغيرش يبدأ التغيير في الخطوة 4 و 5 بس يبقى الخطوة الأولى لقيمة السوقية في كل مليون الخطوة التانية القيمة الرأس مليه أضرب في 60% في كل يديني 600 ألف الخطوة التالتة القيمة الإيجارية أضرب في 3% لكل نيجي بقى للخطوة رقم أربعة الحالة الأولى 70% والحالة التانية 70% لكن الحالة التالتة أضرب في 68% وبالتالي النقطة رقم خامسة أو الخطوة رقم خامسة وعاء الضريبة في الحالة الأولى أخصم من 24 ألف الوحد الإعفاء الحالة التانية مليوش إعفاء خالص الحالة التالتة لو إعفاء 1200 جنيه بس الخطوة 6 واحدة واحد ما بتتغيرش سعيد الضريبة 10% لكل الوحدات سواء سكنية أو فضية أو نشاط تجاري أو إداري أو مهني حضراتكم قبل ما تخشوا على ضريبة الملاهي عندك الحالات العملية الخاصة بالضريبة على العقرات المبنية من صفحة 45 لصفحة 55 في الكتاب حضرتك وحضرتك هتحليهم سواء حالات عملية محلولة أو غير محلولة هتحلوهم نيجي على ضريبة الملاهي ضريبة الملاهي أسعار الضريبة فيها حضرتك هتحفظها طبعا الأول نتكلم عن السينما السينما بتعرض أفلام إما فيلم أجنبي أو فيلم مصري سعر ضريبة الملاهي على الفيلم الأجنبي 20% الفيلم المصري 5% وأيضا 5% على حفلات الأوركستر السينفوني والموسيقى العربية يبقى الفيلم المصري 5% الأوركستر السينفوني والموسيقى العربية دول برضو تفرض عليهم ضريبة بنسبة 5% نيجي على المصرح والسيرك المصرح والسيرك الضريبة 10% على عروض المصرح وحدائق الملاهي وحفلات النوادي والألعاب الميكانيكية والكهربائية والألعاب السحرية والألعاب الحواة الحاوي طبعا حضرتكو عارفين الحاوي ده كويس كل ده سعر الضريبة عليها 10% إنما السعر الثاني 25% على عروض أفلام الفيديو وحفلات الشاي المصحوبة من موسيقى أو رأس وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية في الكازينوهات والفنادق كل دي الضريبة عليها 25% أما حفلات الدسكو والحفلات الرقصة أغلى شوية اللي هي سعر الضريبة بتاعها 30% يبقى أنا عندي أسعار الضريبة تتراوح من 5% إلى 30% الفيلم الأجنبي 20% الفيلم المصري 5% المسرح والسرك من 10 إلى 25% حفلات الدسكو والحفلات الرقصة 30% وبعدين الضريبة هنا بتفرض على مقابل الدخول رسم الدخول رسم دخول السينما أو المسرح أو الحفلة إنما في رسوم إضافية حضرتك هتحفظها الفيلم الأجنبي الفيلم الأجنبي بنفرض عليه حاجة اسمها رسم بر رسم بر قرش واحد اللي هو واحد من 100 جنيه قرش واحد للفرد إنتوا عارفين إن تذكرة السينما إما إنها تكون لفرد أو اللوج لخمس أفراد إحنا بنقول قرش واحد للفرد طب لو لوج يبقى خمس أروش اللي هي تذكرة لوج سواء لفرد أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 الرسوم الإضافية الثانية دعم سينما ودي للسينما بس قرش واحد برضو للفرد ورسم شرطة 20 قرش سوابت كل دي سوابت 20 قرش للتذكرة مع عدى الفيلم المصري ودي سعر سابت وبيتدفع عن التذكرة المدفوعة بس إفرد إن واحد الدنالو تذكرة مجانية ما يدفعش رسم شرطة تمام إذن الفيلم المصري كل الرسوم الإضافية مع عدى رسم الشرطة خلي بالك بقى من نقطة تانية وزارة التضامن الاجتماعي بتفرض حاجة اسمها رسم دارن دارن يعني والعياز بالله دي كانت أمراض موجودة زمان لكن لسه موجودة في القانون للأسف بتفرض مرة واحدة في السنة في شهر ديسمبر بس وبتحدده وزارة وزيرة التضامن الاجتماعي أو وزيرة التضامن الاجتماعي إلش ساغل الفرد في التذكرة على السينما بس السينما فقط يبقى حضراتكم المفروض تحفظوا حضراتكم المفروض تحفظوا الأسعار الضريبة على الملاهي وأيضا الرسوم الإضافية الحالة الأولى بيقول لي تقوم دار سينما بعرض فيلم أجنابي واحد بسعر عشرة جنيه للتذكرة لتذكرة الدخول فما هي الضريبة المستحقة وما هي الرسوم الإضافية وما هو شكل التذكرة إحنا قلنا الفيلم الأجنابي سعر الضريبة عليها 20% لازم نكون عارفين ولازم تقول لي في أول الحل الفيلم الأجنابي سعر الضريبة 20% يبقى 20% من رسم الدخول رسم الدخول 10 جنيه يبقى 10 جنيه فيه 20% يبقى 2 جنيه الرسوم الإضافية عندي رسم بر قرش ساغ وعندي رسم شرطة 20 إحنا قلنا رسم الشرطة ما بتفرضش على الفيلم المصري وده فيلم أجنابي يبقى لازم يدفع رسم بر وطبعا دعم سينما إرش كمان يبقى المفروض 12 جنيه و22 إرش يبقى أنا عندي مقابل الدخول 10 جنيه ضريبة الملاهي 2 جنيه رسم بر إرش واحد دعم سينما إرش رسم شرطة 20 إرش الإجمالي إجمالي قيمة التذكرة 12 جنيه و22 إرش والملاحظات هنا أنا قلت دوري السينما التي تعرض أو تقدم فيلما أجنبيا تخضع للضريبة فئة 20% أما المصرية فتخضع لفئة 5% ولا تدفع رسم شرطة ما تدفعش رسم شرطة خالص الأفلام المصرية طب افرض إن ده فيلم مصري ورسم الدخول الدخول بتاعه 10 جنيه برضو يبقى هتدفع ضريبة فئة كام 5% فيلم مصري 5% وما يدفعش دعم سينما ما يدفعش رسم شرطة خالص ملوش ما يدفعش رسم شرطة وبالتالي مقابل الدخول 10 جنيه والضريبة هنا 10 جنيه في 5% دين ونص جنيه ورسم بير قرش ودعم سينما قرش ما فيش رسم شرطة طبعا إذن الإجمالي 10 جنيه 52 قرش الحالة الثالثة بيقول لي حفل أركسترا سينفوني أو فرقة موسيقى عربية رسم الدخول 20 جنيه فما هي الضريبة المستحقة ورسومة إضافية والشكل النهائي للتذكرة أنتوا عارفين حضراتكم أنه سعر الضريبة على حفلات الأركسترا السينفوني والموسيقى العربية وأيضا الفيلم المصري 5% إذن الضريبة المستحقة 20 جنيه في 5% بقى جنيه الرسوم الإضافية حضراتكم عارفين دي مش سينما وبالتالي ما فيش عندي دعم سينما يبقى عندي رسم بير وعندي رسم شرطة فقط يبقى رسم بير إرش وشورطة أو دعم شرطة أو رسم شرطة 20 إرش يبقى الإجمالي 21 جنيه و21 إرش أنتوا عارفين تاني بقول الضريبة على حفلات الأركسترا السينفوني والموسيقى العربية 5% هي والفيلم المصري وبما أن دي ما هيش سينما يبقى مش هيدفع رسم سينما أو دعم سينما وبما أنه لو فيلم مصري طبعا عارفين حضراتكم أنه مش هيدفع رسم شرطة الحالة اللي بعد كده حفل الشاي مصحوب بموسيقى راقصة بموسيقى أو رأس بدون مقاب بلاش الدخول حر فما هو الشكل النهائي للتذكارة هنا عارفين أن حفلات الشاي وحفلات الموسيقى المصحوبة بحفلات الموسيقى والرأس سعر الضريبة عليها كام 25% وبما أن التذكارة دي تذكارة مجانية إذن حنقطع تذكارة اسمها تذكارة ضريبية تذكارة ضريبية الحد الأدنى للضريبة هنا جني واحد وبالتالي شكل التذكارة الضريبية كالآتي رسوم أو ضريبة الملاهي جنيه ورسم بر قرش يبقى الفرد يدفع جنيه وقرش إجمالي قيمة التذكارة ما فرضناش رسم شرطة لأن دي تذكارة ببلاش إحنا قلنا رسم الشرطة لازم تكون على التذاكر المدفوعة لازم تكون على التذاكر المدفوعة الحالة دي جميلة طبعا لأنها معكوس الكلام اللي احنا قلناه اللي فات بيقولي تطرح إحدى دوري السينما تذكارة اللوج اللوج اللي هو كان فرض خمس أفراد بمبلغ إجمالي للخمس أفراد 80 جنيه خلال شهر ديسمبر ديسمبر دخل بالك منه قوي عشان في رسم درن وبعدين خمس أفراد يبقى مش هتدفع قرش هتدفع خمس أروش اللي هي رسم البر ودعم السينما ورسم الدرن راخر هيبقى خمس أروش لأن دي خمس أفراد احسج مفردات التذكرة وشكلها احنا عارفين القانون اللي بيقول مقابل الدخول وضريبة الملاهي الاتنين بيساوي إجمالي قيمة التذكرة ناقص الرسوم الإضافية لأن أنا عارف الرسوم الإضافية ما بتتغيرش وبالتالي الرسوم الإضافية عندي عشرين قرش رسم شرطة خمس أروش رسم بير خمس أروش دعم سينما خمس أروش رسم درع عشان شهر ديسمبر يبقى مقابل الدخول والضريبة الاتنين مع بعض بيساوي 80 جنيه ناياس 35 قرش ودير الرسوم الإضافية الديني 79 جنيه و 65 قرش إذن نسبة مقابل الدخول والضريبة الاتنين بيساوي نسبة مقابل الدخول زائد نسبة الدريبة احنا قلنا الدريبة 20% يبقى نسبة مقابل الدخول والضريبة 120 مقابل الدخول 100% والضريبة 20% يبقى اعمل اشتغل بترقية الكروس او الطرفين في الوسطين او المقص مقابل الدخول والضريبة الاتنين مع بعض 79 و 65 من 100 إما المية في المية منهم يبقى كاب اللي هو مقابل الدخول قدرب 79 و 65 من 100 في 100 على 120 دي لي 66 جنيه و 375 مليم وبالتالي مقابل الدخول طلعته 66 جنيه و 375 الضريبة 20% منه يبقى كام يبقى يطلع لي 13 جنيه و 275 وبالتالي شكل التذكرة مقابل الدخول 66 و 375 ضريبة الملاهي 13 و 275 رسم الشرطة 20 قرش ثابت لكل التذاكر مالوش علاقة بعدد الافراد رسم البر 5 اروش عشان 5 افراد لوج رسم درع عشان شهر ديسمبر و 5 افراد 5 اروش برضو وبالتالي اجمالي 8 التذكرة 80 حضراتكم حضراتكم لما تخشوا على ضريبة الملاهي هتشوف حضرتك وحضرتك ايضا الحالات العملية اللي موجودة عندي من صفحة 92 من صفحة 92 لنهاية الكتاب لنهاية الكتاب اللي هي لحد صفحة 112 هتحلوا الكلام ده كويس قوي وتقروا لي خصائص الضريبة على الملاهي مهمين جدا شكرا وكل عام وحضراتكم بخير وان شاء الله نلتقي في المحاضرات قريبا وتحيات لحضراتكم